السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الفقاسة يدوي عبارة عن ثلاثة أرفف ستلاوي الماء وضع الماء ستحرك برطوبة في الاخر الفيديو يكون محتاج كم يوم هناك فراغ مختلف عن الرومي و السمان وماء تحت ماء تحت وماء تحت يكون رطوبة كثيرة يكون أحسن نرش البيض قبل ما يطلع بفترة وبرضه بقى رش في أي وقت يعني شوف الماء فوق وماء تحت وبتحط البيضة وقفة كده بحيث اللي هي تبقى كويسة وفي نفس الوقت تبقى متنوعة يعني فيها الحرارة والرطوبة التعدي فيه شوفوا هنا الحرارة سبعة وتتر ونص والرطوبة بتعدي بقى اهو يعني دايما الترمويتر ده مهم جدا ودايما اعمل فتحات من برا بحيث اللي أنا مش كل شوية افتح الباب امدي ايدي قلب البيض كل شوية كل فترة والله وفيه ساعات ما بقلبوش وهنا مقفل كل حاجة اهو مقفل كل حاجة بحيث اللي ما يطلعش برا أي رطوبة ولا أي حاجة اهو شوفهم شوف هنا اهو ما نجي نفتح نفتح كده شوفهم انا عملها كذا رف وساعات بشيل الراف طبعا الخضار ده بيبقى ناتج ان المية بدأت تخلص فبقى في الخضار مش مشكلة بتبقى الريم يعني اهو بعد فترة شطو المية هناي بعد ما منظفها والمروح طبعا شغال عشان التهوية كل الكلام ده مفيد جدا ومشروع جميل جدا 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 الوقت فقص البيض في البيت وجميل جميل جميل انا جربته وكلت منه وحاجة تنفع في كل بيت مش محتاجة انا كنت ابالق بكرتونة بسيطة والوقت ما شاء الله بقى عندي يعتبر مشروع في البيت بس يعني برحت هنا بقى طبعا بنبقى بعد ثلاثة ايام او اربعة ايام بتشوف البيضة فيها بقى كونة بزرق ولا لا المكونش بزرق طبعا بتشيله بقى جيبها الموبايل وافتح الكشاف بتاعه وعمله زي الصنارة كده وزي بانو شايفين قدامكم هيا يعني مثلا البيضة دي فاضية بيضة قدامكم خالصة يا فاضية تمام بوقفها كده شمال يمين بحيث اشوفها فيها ولا لا لكن لما بكون فيها بتلاقي في خط زي العنكبول كده الدم بقى بيبتدي تكونوا كلام ده كله دي من الحاجات المفيدة في البيت وشوف هنا الرطوبة تعادت دي بقى التمانين وستين والكلام ده كله هنا بعد بقى شوية بعد فترة البيض باد ايفس ازاي مونتو شايفين اهو طلع بط وطلع فراخ وكان فيه رومي طبعا انا بغط الماء فيها عشان الكاتاكيت او الحاجة لو فيست او مش موجود ما تغرقش في الماء وهنا اهي ساعات بساعدها وساعات بسيبها والاحسن انت تسيبها بحيث لا تتعود اللي هي تطلع من البيض لوحده تكون كويسة احسن هان واضق فانا بنصح فا اي حد عوزير مشوضة في البيت سهل جدا تجلب كارتونة وتعملها محتاجة بس مروحة ومية محتاجة تضبط الحرارة جايب تايمر صغير كده تايمر تلاجة بتزبيط الحرارة طبعا انا من رقم البيض بحيث ان البيض يبقى كل رقم معروف يعني مسلا ده يطلع يوم ايه وده يطلع يوم ايه بتبقى عندك كراسة بقلم كده وتزبط نفسك بحيث اللي مش حاجة من اه من حاجات دي تفوتك وده ياما تبقى واخد بالك من البيض ساعات في بيض بايز ترميه وهنا بعد ما طالح خالص اهو وبدأ يبقى كتاكيت وزي ما انتم شايفين اهو دي بقى حضانة صغيرة جنب الفقاسة بحيث اللي انا اه اللي يطلع منها احطه هنا يارب يكون فيديو عجبكم وكون قدرت افدتكم في فيديوهات من دي كتير موجودة في القناة بقوا تابعوها وشوفوها تعجبكم كتير جدا ده الفراخة اهو بعد ما كبرت شوية دي فقاسة صغيرة عشان ما يغرقوش فيها وده بيبتدي بالعليقة الصغيرة للسمسم وشوية شوية لغاية ما يكبرون ان شاء الله تبقى فتحة خيرة على اي حد عاوزة من المشورة من مشورة جميل جدا بنصح به يا رب يكون الفيديو عجبكم جاريتمون تشوف فيديو ده حتى تتعمل في الاوكل واستفاد وشترك في القناة حتى تصلك كل جديد وكل اكيد ان شاء الله عندنا في قناتكم قناة اجيال اندلس ونوعات وعندنا قنات تانية اسمها اجيال اندلس خاصة بالتعليم وقناة خاصة بالاطفال اسمها فوركيز هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو وده هاي الفراخة يا سبحان الله فعلا حدد لنفسك هدف عشان تقدر تحققه حط لنفسك بداية تكون كويسة واسبها لله كل حاجة بسيطة وبتطلع بسرعة ومش محتاجها تكلفة كتير يا جماعة كارتونة ولمبة وايه ومروحة ده هو تخزين البيض سيب لكم برضو لو عاوز يبقى يطلع عليه المدة البيض والكلام ده كله زي خزن البيض قبل ما تحطه في الفقاسة وشايفين ده بقى الجدول الخاص بالتفقيس والحرارة والرطوبة وكل بيض محتاج ايه يعني مثلا بيض الدجاج واحد وعشرين يوم وبيبتدي بقى قبل واحد وعشرين يوم بفترة ترش عليه مية تمام؟ في برضو بعض العشاب بتبقى تيجي كده تتحط بحيس اللي هت يفقس بسرعة يعني بس ده من الرطوبة يا جماعة لشان البيض يفقس بسرعة هنزاركم في التعليقات وانتحت امروك في اي وقت اشترك في القناة حتى تصلك كل جديد في امان الله موسيقى 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 موسيقى